السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دائما سعداء بلقياكم في موقعكم وفي البرنامج الاقتصاد الأسبوعي ليزيكو إكسبرس موضوع الحلقة عنده علاقة بالجريمة الإلكترونية التي تكون عنده واحد تأثير سلبي على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد وعلى المستوى المعيشي والاقتصادي للمواطن المغربي كيف؟ تنعرفوا بأن المغرب تشتكي من ارتفاع التداول بالكاش ليوصل إلى نهاية أفريل 2024 لما قيمته 400 تفاصيل جوج مليار تعدد البنك المغرب في شخص سيد ودي بنك المغرب والمؤسسات البنكية والمالية تدير حملات باش يشجعوا المواطن المغربي باستعمال البطاقات البنكية وباستعمال الأداء الإلكترونية أو التطبيقات الإلكترونية ولكن السؤال المطرح واش هاد المواطن حامل البطاقة البنكية مؤمن في حالة ما إلى استعمالات البطاقة البنكية بطريقة احتيالية الحمد لله المغرب عرف في واحد مدة عشر سنوات تزايد كبير في استعمال البطاقات البنكية حسبت قرير مركز النقديات إلى حدود يوليوز 2023 عدنا القطاع البنكي وزع 18.9 مليون بطاقة بنكية ووصل في 30.9 مليون بطاقة بنكية موزعة باختلاف أنواعها دائما حسبت قرير مركز النقديات المغربة استعملوا هذه البطاقات البنكية في واحد العدد تا 445.9 مليون عملية يعني المغربة وصلوا لواحد مستوة الوعي ولو تستعملوا البطاقات البنكية سواء يخرج الفلوس في الشباك الأوتوماتيكي أو لا في الأداء عند اسم المتاجير أو لا يريد شريع عبر الترنت هذا 445.9 مليون عملية كالغلاف المالي ديالها 370.7 مليار درهم وذلك بزيادة بنسبة 17.3% مقارنة مع شهر سعود 2022 جميل جداً ولكن شكولي تيحمي حامل البطاقة البنكية إلى واحد النهار فاق ألقى بأن واحد المبلغ تاع المال خرج من الحساب البنكي دياله والبطاقة البنكية عنده في جيبه في المحفظة دياله وتيقول لك أنا ما أعطيتش الرقم السري لأي واحد إذا كيفاش تستعملات البطاقة البنكية؟ خلال الأسابيع الأخيرة ما قبل عيد الأضحى كان واحد مؤسسة بنكية كبرى في المغرب لرسلات زبناء تاعها وتتقول لهم تحذير وتنبيه إياكم وإياكم وهذه عملية لخلقص ناس مصفقوا لها أنها عملية حسيسية وتوعوية تتحضر الزبناء ديالها من استعمال البطاقة البنكية في حالة يعني تتحضرهم أشنى هي النقاط أشنى هي الظروف أشنى الأسباب اللي تتم استعمال الاحتيالي بالبطاقة الوطنية وأعطتهم أربع نصائح اللي غادي نشوفوه في نفس السياق تلقاوا واحد دليل بنكي دليل توعوي اللي فين كان تلقاوا في السيت بتاع بنك المغرب اللي فيه ستة نصائح اللي خص المواطن المغربي يعرفها كيف قلنا في الحلاقات السابقة المواطن المغربي يخص يعرف الحقوق ويخص يعرف الواجب أدله واليوم بما أنه تستعمل البيطاقة البنكية ومطلوب عليه في إطار التحول الرقمي والتحول اللي غادي يعرفه المغرب كيف تعرفه العالم نحن اليوم مجبرين باستعمال البيطاقة البنكية وباستعمال الأداء الإلكتروني ولكن قدما التطور توقع قدما الجريمة تتزاد وتتطور بما يسمى بالجريمة الإلكترونية ونحن نسميها بالجريمة الاقتصادية ولكن ولي الله الحمد بلادنا عندوحة خالية في الجهاز الأمني اللي مكلف بهذا النوع الجرائي إذن نحن اللي بنا نقوله في القناة دينا إكسبرس ديفي وخص المواطن المغربي اللي تستعمل البطاقة البنكية خصو يرجع لهذه النصائح اللي البنكة تتعلموه وذلك الدليل اللي ديره البنكة المغرب في الموقع تتعه وإلى جهب الله تعرض شي عملية نصب واحتيال ولقى بأنه فلوس قيمة مالية خرجات ليه من الحساب تتعه وماشي هو اللي يستعمل البطاقة البنكية والبطاقة البنكية كينف جيبو ومعطاش الرمز سري لأي واحد خصو يعلن أولا المؤسسة البنكية دياله ويدير شكاية عن الشرطة ولا عن الدارك باش يعلموه باش تهما يقوموا بالإجراءات الأمنية باش يحدو هاد النوع الجريمة الإلكترونية وجريمة الاقتصادية نحن اليوم في إكسبرس ديفي ودائما في إطار البرنامج لعنى الاقتصادي تنحاول نعطيه مفاهيم وتنعاء وتنحاول نعطيه معلومات اقتصادية ومالية وفي نفس الوقت تنوعي والمواطن المغربي باش يعرف الحقوق تعوه والواجبات تعوه في هذه الحياة باش ما يتعررش لأي نصب ولأي احتيال وبهذه المناسبة تنصفقه وتنحييه المؤسسة البنكية في المغرب لخاط المبادرات وعلمات زبنة تعاق برسائل عبر ميديالهم وعبر اسم الأسماس وتنقول لهم حداري بأنك تعطي البطاقة البنكية تاعك الشيء واحد او لا تعطي الرمز السري الشيء واحد او لا يتصل بك شيء واحد في الهاتف ويقول لك اعطيني المعلومات البنكية ديالك او لا اعطيني المعلومات اذا تخص البطاقة البنكية تحياتي لجميع وتنتمي النوم الله نكونوا دائما عند وسن ظنكم والسلام عليكم اشتركوا في القناة